قال كعب بن سعد الغنوي مخاطبا زوجته أو زوجه التي أنكرت شحوبه كعب بن سعد بن عمر الغنوي من بني غني شاعر عاش معظم عمره في الجاهلية حلو الديباجة ذهب القالي إلى أنه إسلامي وتابعه في ذلك البغدادي وهذا فيه شك إذ مات له أخوان في ذيقار كان منزل كعب في موضعه يسمى رملة إنسان في شرقي الرجام أو الرجام وهو جبل بسفحة أبي بكر في زحفه من المدينة إلى عمان لحرب أهل الردة أخيم أخي لا فاحش عند بيته ولا ورع عند اللقاء هيوب هو لعسل ماذي حلما ونائلا وليث إذا يلقى العدو وغضوب لقد كان أما حلمه فمروح علينا وأما جاهله فعزيب حليم إذا ما سورة الجهل أطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوب هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا وماذا يؤدي الليل حين يؤوب كعالية الرمح الرديني غاديا كعالية الرمح الرديني لم يكن إذا ابتدر الخيل الرجال يخيب أخ شتوات يعلم الضيف أنه سيكثر ما في قدره ويطيب إذا حلا لم يقص المحلة بيته ولكنه لأدنى بحيث تنوب حبيب إلى الخلان غشين بيته جميل محيا شاب وهو أديب يبيت الندايا أم عمر ضجيعه إذا لم يكن في المنقيات حلوب إذا نزل الأضياف أو غبت عنهم كفى ذك وضاح الجبين أريب وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب فقلت ادعو أخرى ورفع الصوت دعوة لألأب المغوار منك قريب يجيبك كما قد كان يفعل إنه بأمثلها رحب الذراع أريب كأن أب المغوار لم يوفي مرقبا إذا ربأ القوم الغزاة رقيب ولم يدعو فتيانا كراما من ميسر إذا اشتد من ريخي الشتاء هبوب فإني لباكيه وإني لصادق عليه وبعض الباكيات كذوب فتى أريحيا كان يهتز للندى كما اهتز من ماء الحديد قضيب وحدثت ماني أنما الموت في القرى فكيف وهاتا هاضبة وقليب وماء سماء كان غير مخمر ببرية تجري عليه جنوب ومنزلة في دار صدق وغبطة ومقتل من حكم علي طبيب ترى عرصات الحي تمسك أنها إذا غب لم يحلل بهن عريب ليبكي كداع لم يجد من يعينه وطاول حشاناء المزار غريب تروح تزهاه صبأ مستطيفة بكل ذرى والمستراد جديب